علق ليونيل ميسي نجم وانتخب الأرجنتين على الخسارة الصادمة أمام السعودية بنتيجة اثنان لواحد ضمن جولة الأولى من دور المجموعات بكأس العالم قطر 2022 وقال ميسي في تصريح لوسائل الإعلام عقب اللقاء إنها ضربة قاسية جدا للجميع لم نتوقع أن نبدأ بهذه الطريقة وبالتأكيد الخسارة لها أسبابها وأضاف يجب أن نستعد لما هو قادم لا بديل أمامنا سوى الفوز والمسؤولية تقع علينا لتحقيق ذلك وأضاف لا أعضار للخسارة يجب أن نكون متحدين أكثر من أي وقت مضى هذه المجموعة من اللاعبين قوية وقد أثبتت ذلك لم نخسر منذ فترة طويلة والآن علينا أن نظهر قوتنا وصرابتنا وأتم كنا نعلم أن منتخب السعودي يضم لاعبين جيدين يحركون الكرة بشكل جيد لقد افتقدنا تسريع الإيقاع أمامه ويلعب منتخب الأرجنتين مباراته الثانية ضد الميكسيك يوم السبت المقبل بينما يواجه المنتخب السعودي نظيره البولندي كما تحدث بابو غوميز لاعب الأرجنتين ونجم إشبيليا حيث قال لعبنا الشوطى الأول بشكل رائع ولكن بعد ذلك جرى قتلنا من قبل لاعبان وأضاف كان ينبغي علينا أن ننهي الشوطى الأول برباعية أو خمسية دون مقابل للخصم